اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى خلاف مبيعات الاجهزة فمن الممكن مبيعات الحصريات الالعاب تتأثر على البي اس فور بحيث ان اللاعبين يستنوا ويشتروا زلاست فاستو او جوسف تسوشيما على البي اس فايف وده طبعا بسبب الفريمات الاعلى والجودة الافضل وده اعتقد اللي خلى سوني تعلن عن موعد نزول جوسف تسوشيما بموعد غير متوقع بالمرة والسبب علشان يخلوا اللعبة تبيق على البي اس فور انما لو كانوا ينزلوها في موعد متأخر زي نوفمبر او اكتوبر فمن الممكن اللاعبين ينتظروها لما تنزل على البي اس فايف فتأخير الاعلان والكشف الكامل عن البي اس فايف انه موضوع له نظرة وسياسة ورأس مال وتخطيط الشركات دي ما بتهزرش فالموضوع اكبر من كده اكبر من ان مجرد شوية لاعبين عايزين يشوفوا امكانيات البي اس فايف فشركة سوني مش مستعجلين بالاعلان عن البي اس فايف مفيش حاجة اسمها سوني خايفة من جهاز الاكس بوكس ومتكتمين الكلام ده تعصب لان لو الكلام ده صح فليامتى حيفضلوا متكتمين اكيد مش للابد فلو فعلا خايفين من امكانيات الاكس بوكس سيريا سيكس لكن حيجي الوقت ويعلنوا عن امكانيات البي اس فايف فهم مش هيهربوا من المواجهة للابد لو هربوا شهر او اثنين ففي النهاية هيكشفوا عنه كامل فسواء اعلنوا دلوقتي او بعد مدة فالحالة والموقف واحد وعلى ما اعتقد ان معظم لعبين البي اس فور مش مستعجلين على البي اس فايف فالجهاز لسه مدعوم بشكل كويس سواء من الشركات الطرف التالت او من حصريات سوني وبصراحة شركة سوني يشكروا ان بالرغم 2020 سنة نزول الجيل القادم ولكن برضو في حصريات قوية نزلة يعني انا بصراحة توقعت ان سوني تأجل جسد افتو سوشيما وتحصرها على البي اس فايف لكن الحقيقة البي اس فور وصل لمستوى تقن رهيب فتخيل جودة الرسوم دي مبنية على امكانيات البي اس فور الضعيفة وفي اخر عمر الجيل فدي الميزة هنا ان سوني بتمتلك محركات خاصة بيهم فلو البي اس فايف كان امكانياته اضعف من السيريس اكس فده شيء عادي لان سوني بيمتلكه محركات خاصة ومبنية على نواة البي اس فده خلاهم يقدموا مستويات تقنية قوية بامكانيات ضعيفة فانا في الحقيقة مش الان من امكانيات البي اس فايف لاني عارف المطورين انهم ملوك في التقنيات سواء جوريلا جيمز او ساكر بانش اللي قدموا العاب عالم مفتوح قوية تقنيا بامكانيات ضعيفة عموما مفيش اي تخبط من الشركات لان الشركات عارفين مصلحاتهم اكتر من اللاعب الشركات بيدرسوا اي خطوة قبل ما يعملوها وما ينفعش يتسرعوا الغاء حضورهم في المؤتمرات برضو انا مش شايفه غلط المؤتمر معناه تكاليف كبيرة وتأثير مواقع التواصل دلوقتي زيها زي اي مؤتمر حتى مايكروسوفت اعلنوا عن مواصفات السيريا 6 من خلال مواقع التواصل المؤتمرات تكاليفها بقى زيادة على الشركات فشركة زي اي اي مثلا من بعد 2012 وبقت تعمل تقديم بسيط بدأ لمؤتمر صحفي كامل كذلك نينتندو مجرد حلقة وببسوها في الاس ري وايا كان سواء اعلنوا عن مواصفات البي اس فايف من خلال مؤتمر او حلقة سيت اوف بلاي او من خلال تويتر فده كله تأثير واحد المؤتمر ممكن يبقى مهم في حالة استعراض التقنيات او تصميم الجهاز والالعب المبنية على الجهاز البي اس فايف فموضوع ان فيروس كورونا اثر على المؤتمرات دي والشركات لغت حضورهم بسبب الخوف من المواجهة فالكلام ده برضو تعصبي وكأن المفروض الشركات ترمي موظفينها في الجحيم علشان اللاعبين ينبسطوا لان في الحالات اللي زي دي الموظفين بيعملوا زي استفتاء من خلال مجلس الادارة لحضور المؤتمرات فالموضوع اكبر من كده خصوصا ان في الغرب الناس بتخاف جدا على صحتها فربنا يسطر علينا هو لحد الان مفيش اي دليل على ان ممكن الجهزة جديدة تتأجل بسبب الفيروس لكن في المستقبل الله اعلم لكن في كل الاحوال السوني مش مستعجلين للاعلان عن البي اس فايف فهم اللي مسكين السود الوقتي ومسكين كل حاجة وبيحركوا كل شيء بيديهم واللعبين كمان فاكرين ان مايكروسوفت اعلنت بشكل كامل عن جهاز الاكس بوكس والكلام ده مستحيح لان في تفاصيل كتيرة مش معروفة عن الجهاز مايكروسوفت برضو غمضة وما حرقتش كل كروتها وبتتعامل على ان سيريا 6 جهازهم الوحيد ومن خلال عدة مقالات قريضها عن مطورين مستقلين كانوا بيقولوا ان مايكروسوفت بتسمي جهازهم القادم انه نيكست اكس بوكس ومش بيطلقوا عليه اكس بوكس سيريا 6 فده معناه ان السيريا 6 هو عدة اجهزة او فئات من ضمنها سكارلت خصوصا برضو ان في كود محرك الانجريل في حاجات خاصة بجهاز سكارلت فمايكروسوفت لسه قدامهم حاجات كتيرة ما اعلنوش عنها فاحنا يعتبر شوفنا معلومات بسيطة عن السيريا 6 ومايكروسوفت هيستنوا لحظة مناسبة ويكشفوا عن الجهاز كامل واعتقد ده في الاس ري لكن عموما كل شركة الطرف اول اتعلمت من اخطاقها سواء سوني مع البي اس س ري او مايكروسوفت مع الاكس بوكس وان فالجيل القادم هيكون جيل مختلف عن اي جيل فات وماينفعش ان اي شركة ترتكب اي خطأ ولو حتى بسيط فلمنافسة في الجيل القادم مش في الاجهزة المنزلية وبس وكمان الخدمات السحابية سواء نفيديا او جوجل طبعا شركة جوجل ممكن ترجع باي وقت لذلك لازم بناء جهاز بامكانيات قوية علشان اللاعب مايفضلش السحابة على الاجهزة فالشركات مجبرين يقدموا اجهزة اقوى بتكلفة اقل وطبعا مع التضخم الاقتصاد اللي بيحصل فلو الاربعمائة دولار في 2013 كانت كتيرة فتخيل دلوقتي في 2020 سعر القنصل اللي اقوى بتمن اضعاف وسعره يكون مثلا خمسمائة دولار فاكيد دي خسار على الشركات ومايكروسوفت ممكن تبيع جهازهم الاقوى بسعر اقل فقط علشان تنافس سوني على فئة السعر وطبعا مايكروسوفت بتمتلك المال لده لكن سوني معتمد على الحصريات اللي بتسوق الجهاز ودي نقطة قوتهم وبالمناسبة تأخير الاعلان عن البي اس 5 شبه بالزبط وضع نينتندو واستمرار سويتش للجيل القادم نينتندو وجهازهم سويتش مستمر بنجاحاته فليه محدش من اللاعبين بيطالب انهم يعلنوا عن جهاز جديد بمعمرية جديدة مختلفة عن تجرى بتاعت نيفيديا ويكون بامكانيات اقوى لان ببساطة نينتندو ليهم توجه مختلف عن بقية الشركات ونينتندو بتبني جهاز كامل من خلال حصرياتهم الطرف الاول خصوصا كمان ان سويتش هيفضل يبيع حتى بعد نزول اجهزة الجيل القادم لان نينتندو مش مهتمين بموعد نزول اجهزة الجيل القادم فهم لما هينزلوا جهاز جديد فهيكون بنفس معمارية سويتش زي الزر اللايت خصوصا ان جهاز سويتش في الجيل القادم هيعاني شوية من قلة العاب الطرف الثالث لان العاب الطرف الثالث هتكون مبنية مخصوص على معمارية الجيل الجديد من الاكس بوكس والبي اس 5 فبالحالة دي المطورين الطرف الثالث امسال بسيزة مش هيعرفوا ينقلوا العابهم على السويتش اللي يعتبر جيل ماضي فنينتندو لازم تضاعف العابهم الحصري على السويتش نينتندو عندهم معركة قوية ضد نفسهم في الجيل القادم لان كل الجهاز هيتنقل لمرحلة جديدة الا سويتش هيفضل في نفس مرحلته ونينتندو هتعتمد على الحصريات بشكل كلي فالسؤال ليه اللاعبين المتعصبين بيطالبوا ان سوني تعلن عن البي اس 5 ومش بيطالبوا نينتندو تعلن عن جيل جديد من الاجهزة والشركتين عندهم نفس المبدأ الفرق ان البي اس 4 نزل بداية الجيل الحالي وسويتش نزل بعده باربع سنين السؤال ملوش اجابة غير ان التعصب خلى اللاعبين يجروا ورا خناقات فقط للتقليل من نجاح شركة سوني والمشكلة انهم نسيوا بانهم لاعبين اولا واللاعب المفروض ما يحرمش نفسه من تجربة العاب ممتازة فقط لانه بيكره شركة معينة وده طبعا غلط فاللاعب حتى لو بيكره شركة معينة ماينفعش يخلي تعصبه ويتغلب عليه ويحرم نفسه من العاب ممتازة عموما هو ده الفيديو واحب طبعا اسمع رأيكم عن اسباب تأخير الاعلان عن جهاز البي اس 5 بشكركم على المشاهدة واتمنى انكم تتابعوا صفحاتي عن انستجرام وتويتر والفيسبوك كان معكم احمد السوري see you next time